السلام المسيح مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة بصلي أنه النهاردة الرب يغضب عليكم جميعا محبته وسلامه لأنه هو الله محبة وهو ملك السلام بصلي أيضا أنه الحلقة دي تكون باب معرفة ونور في حياة المشاهدين حلقة النهاردة عنوانها هو مأخوذ من هاشتاج هو هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الأخير عجبني لأنه بيعبر عن حالة المجتمع النهاردة وبيعبر تعبير بشكل واضح عن رؤية المجتمع لما يحدث حوله عنوان الحلقة هو يسقط حكم الأزهر الأزهر لي قدسية في مصر وفي الدول الإسلامية وهو المتحدث الرسمي عن الإسلام وحامي حمل الإسلام دائما العلماء دول بقى اللي بيقولون أنه هم العلماء وإحنا اللي لقى دول يعني شغلتهم أنه يحموا الإسلام مشايخ الأزهر بيقولوا عنه أنه الأزهر هو حصن الإسلام شوفوا السلايد دا والحقيقة أنه فيه استنكار للسلايد دا كمان أو الهاشتاج دا أنه الأزهر الشريف هو حصن الإسلام دي الجملة اللي هم عايزين يثبتوها في أزهان الناس لفرض سلطتهم الدينية ويعني الهيمنة على المجتمع باسم الدين فيعني تعبير غريب لكن كمان مدلولاته خطيرة أنك تقول أنه مؤسسة الأزهر هي حصن الإسلام يعني أنا أقدر أقول مثلا أن الكنيسة هي حصن المسيحية لا طبعا الكنيسة هي نتيجة للإيمان بالمسيح هي عشرة المؤمنين هي المكان اللي المؤمنين بيخدموا فيه بعض هي المكان اللي بينمو فيه المؤمنين هي المكان اللي بيتعبت فيه المؤمنين مع بعض كجماعة الكنيسة ككل على فكرة مش الكنيسة الكاتوليكية ولا الأرثوذكسية ولا يعني مش كنيسة أو طائفة بعينها هي الكنيسة معناها الجسد الرب اللي هو المؤمنين كلهم في كل حتة فده تعبير غريب ما أقدرش أقول أن الكنيسة حصن الإيمان ما أقدرش أقول كده لكن أقدر أقول أن المسيح هو اللي بيحمي الإيمان في قلوب المؤمنين مش في دولة قارن قارن بين الاتنين تعبير مدلولات وخطيرة لكن الفكرة دي كانت موجودة دايما منذ منشأ الأظهر إلى اليوم هل الإسلام سؤال سؤال هل الإسلام يحتاج إلى حصن يصونه؟ ولماذا؟ لازم نسأل السؤال ده لماذا يحتاج الإسلام إلى حماية؟ الإسلام أصبح الشيء اللي بيعمل المسلمين على الحفاظ عليه جاهدين كل يوم مش الإيمان القلبي والداخلي والحياة وكده فأصبح شيء بذاته ما بقاش عامل موصل لله الدين هو عامل موصل لله الإيمان هو عامل موصل لله بمنتعل بساطة هي أفكار تغيرك من الداخل من تواصلات الله بروحه معانا لكن ما يمثله الإسلام هو يعني شيء يحمى لذاته وغير مرتبط بيك يعني حتى أحيانا الشيوخ ومدافعين عن الإسلام بيحاولوا يحموا الإسلام مننا من نوكو من المسلمين نفسهم هل يحتاج الإسلام إن كان هو فكر من عند الله إلى حماية؟ ليه؟ الأزهر بيقدم نفسه على إنه هو قلعة المدافعين عن الدين دول الناس اللي بينظروا على خلق الله يعني يبصلك كده ويقولك لا قصة أنت مش فاهم يعني لا قصة أنت مش عالم أنت درست قد إيه؟ أنت دخلت أزهري ولا لا؟ أنت سلفي أنت كذا أنت كذا دول الناس اللي قاعدين جوة الألعة دي عشان يحموا الإسلام وأنفسهم وينظروا على خلق الله دول حماية الدين في ألعتهم الحصينة في القلعة الحصينة وبقية الناس هم العامة لم يفهموش طيب العامة غضبانين ليه دلوقتي لأن ساكني القلعة بيتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة في حياة العامة طب يا عام أنت قلت أن أنتو العلماء واللي بيفكروا وأنتو المخ وإحنا العضلات مثلا إحنا العامة طب سيبونا نعيش يعني حياتنا بنوع ما من الحرية لكن لا تدخل الحمام إزاي؟ تغسلي شعرك إزاي؟ تحطي ألوان إيه؟ إيه الحنة ما آه والسبغة لأ النمسة والمتنمسة بتاكل بيدك اليمين ولا الشمال اللي هيكل بالشمال دخل النار بيأكل معك الشيطان لو ما عملتش علق هدومك على شماعة الشيطان يدخل فيها ما تعلقهاش على شماعة لازم تطبقها عشان خرافات وتفاصيل تقيد في حياة المؤمن المسلم يعني بكل شكل ممكن فطبعا العامة اللي انتو بتقولوا عليهم عامة اللي هم البشر اللي ربنا ادهم حق التفكير والاختيار والحياة غطبوا زهقوا تابوا كلامكم في التفاصيل التفاصيل في الحياة الأسرية الحميمة إلى الحياة العامة بقى يعني غطى زهق الناس لأنه ما فيش حاجة ما فيش عليها سيطرة أو رأي يعني واحد اختار يمشي يمين تقوله لا بس انت دخلت اليمين ده برجلك الشمال مثلا الاعتراضات السخيفة اللي بقت على الرجالة والستات والأطفال وال وفوق ده بقى بيتحدثوا مع الناس باستعلاء وتكبر تكبر الحكام تكبر الحاكم صاحب السلطان انا عندي سلطان ديني انا اقولك تعمل ايه وما تعملش ايه وتعيش ازاي وما تعيش ازاي حتى تدخلاتهم في قوانين الاسرة يعني انا واجعاني حكاية قوانين الاسرة دي اللي احنا عملين نعاني فيها علشان الاظهر مش موافق اعلى الشافة هي مش موافق اعلى انه الزوجة تعلن مش موافق اعلى مش عارف ايه في سن الجواز يعني فيه احاديث بس تفضل بقى ايه في احاديث دي تلف وتدور في دوائر مفرغة لانه الاظهر لا يوافق على اي نوع من الفكر المتمدن في ما يخص الانسان المسلم في دولة مسلمة ويكلموك بقى من مناخرهم لفوق بقى ديكتاتورية عارفين من الحاجات المهمة جدا الواحد يتعلمها في اداب الحديث انه لما تكون بتكلم انسان ما تتكلمش باستعلاق وكأن الانسان اللي قدامك ده غبي دائما شيوخ المسلمين يتحدثوا مع العامة وكأنهم اغبياء وطبعا ده لانه المقدم ليهم يعني يحث على الغباء بصراحة يعني ما انت لازم تبقى تطنش وما تفكرش علشان لو فكرت هتكتشف انه ده لا يمكن انه يكون دين يدبع ولا دي ممكن تكون قوانين الله الحقيقي فمن اداب الحديث انك لما تتكلم مع حد تحترم عقليته فانا النهاردة بتكلم معاكم انا بتكلم عن فكرة مقدمة يعني او اوليها مدلولات في المجتمع عاملة مشاكل لكن لا اشير اليكم وقولك اسنتم مش فاهمين هما بيعملوا فيكو ايه لا لكن انا اقول فكرتي واسأل حضرتك عن فكرتك ايه ردك ايه بمنتغى الاحترام لانه عقلك ممكن يعلمني فكرك ممكن يعلمني احترم الانسان اللي قدامي دي من اداب الحديث انه لا اتعالى عليكم بالمعرفة اللي عندي وانت اتعالى علي بالمعرفة اللي عندك مش هنخلص بقى وتبقى حرب وهكذا هي الحقيقة دلوقتي انه الشيوخ النهاردة هما بيتكلموا مع الناس بيتكلموا بسلطان الفاهم والبقية جهلاء يعني لا انسى حديث الشيخ اللي بتستضيفه المزيعة كل مرة لازم يهزقها بصورة ما لازم يزعق لها بصورة ما بتقوله انا سيكنت بقى ام العيال بيعلمهم الصلاة لا متعلميش صلاةك بطلة مش من حقك يعني هو ببرمجها وبيعملها بمنتاز صخافة وقلة الزوق سلطان بيتكلم بسلطان ف السلطة الدينية بتتدخل في كل امور تفاصيل حياة المسلم لانه الاسلام بيقول كده انهم يتدخلوا في كل تفاصيل حياة المسلم كان دائما لمحمد حاجة او اصحابه او اتباعه يطفوها على الناس الناس وكانتش بتعرف تتصرف لوحدها لازم يروحوا يسألوا ناكل ازاي نمشي ازاي اتجاوز ازاي وقليل ما كانت الاسئلة عن الحياة مع الله اعرف ربنا ازاي لانه ما عندهو مش اصلا يوصلوا للحتة دي لكن خليني ارجع تاني لموضوع الازهر ليه الازهر مشكلة دلوقتي لان الازهر اصبح سلطة دينية اسموهم سلطة دينية ما يقولون يقلب ويقلب اراء و و و وافكار المجتمع في كل شيء فاللي بيقولون يقلب عليك الطاولة لو انت بتعمل حاجة مش مخالفة او تهز عرش الازهر شوي الحجاب مثلا مش عايزين نلبس ليه مش عايز تلبس حجاب لا الحجاب فرد عين هتلبس تلبسي غصبا عنك محظور ان الستة مش عارف هتشوفوا دلوقتي اللغة ابتدت بقى ايه تتغير لانه السيطرة ابتدت يعني تتشال من ايديهم عارفين الضغط كتر الضغط يولد الانفجار في عبارة كده يقولك ايه بلغ السيلو الزبا ايه بقى القصة بتاعت العبارة دي انا النهار ده كنت بفتكر الجملة دي القصة بتاعت يقال يعني القصة المرتبطة بالعبارة دي انه كان فيه واحد سياد اسود فكان يطلع على رابوة ويحفر في المكان حفرة عميقة ويغطيها لانه مثلا اذا كان بيستاد جبل اسد جبل دي القصة ففي يوم من الايام حفر الحفرة وغطاها ومنتظر وكده الدنيا مطارت والسيل كان عارم جدا لدرجة انه مل الحفرة وطلع بقى للربوة اللي عليها الحفرة دي وغطاها وفشلت عملية الصيد الناس زهقت بلغ السيل الزبا فعلا غرقتونا بال يعني التفاهات اللي تقيد حياة الانسان وتعيق تفكيره وتعيق اختياراته فعشان كده انا الاول مرة اشوف حكاية يسقط حكم الازهر دي يعني انا انا اتكلمت في البرنامج ده على وعملت هاشتاجات مثلا انه عن الازهر ممكن تكون سلبية لانهم فعلا قوة سلبية في المجتمع لكن اول مرة اشوف المجتمع وخاصة النساء معظم الناس كانوا من النساء اللي بيعملوا تعليقات واضحة جدا على موضوع يسقط حكم الازهر لانه بقى من الواضح انكم مسيطرين لتحكموا افكار وحياة الناس والناس رفضة اكي وبتتكلموا مثلا عن انه الدولة العلمانية دي هتشلكوا من الصورة مع ان الدولة العلمانية والفكر المتحضر يسمح للجميع بالتفكير والحياة والتعايش لكن لان ايمانك هش وضعيف وليس لديك ما تقدمه للناس الا للجهلاء فقط فانت خايف لازم تدخل القلعة وتقفل ببان وممكن كمان تعمل مدبحة القلعة تانية تخلص على كل من له صوت بص الاسابيع اللي فاتت اللي خلت الهاشتاج ده يطلع كان فيه حاجات عمل الضغوط في المجتمع مراحل في قصة نيارة اشرف مثلا من وغيرها مش بس نيارة اشرف لكن كان فيه عدة حاجات تعاونت مع بعض في الكام اسبوع اللي فات دول على انها تواري المجتمع ان انتو احنا بنواجه مشكلة مرتبطة بالدين ومرتبطة بالازهر بشكل واضح جدا قصة نيارة يعني هزت المجتمع من فاجعة كبيرة الى محاكمة للقتيلة ليه لان القتيلة ست والانها مش محجبة والان كان اول المتكلمين في الموضوع شيوخ الازهر ولما يجوا يصلحوا ويقولوا هو الشيخ ما قالش حاجة غلط هي بس ايه من الافضل انها لو كنت ما كانش لو كنت ما كانش لو كنت اتحجبتي ما كانش اقتلك وبعدين اتقلبت بقى اننا بندور وراء القتيلة طب هي عملت ايه ها اصلها ست فلازم تكون عملت حاجة انك ايدورنا عظيم ان الستات لما تشوفوا تعليقات الستات على الفيسبوك والتويتر والانستجرام وكل الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها هتلاقوا غضب شديد لاتهام المرأة بانها دائما سبب الشر وانها دائما سبب التسيب وبعدين مش بس كده يعني لم يكتفوا بدا حملت بقى التعاطف مع المتهم واخوت في عرض الضحية القتيلة اللي ماتت خلاص وراحت عند ربنا بقى ما يقوم بالازهر من انه يضع البراويز الاسلامية الاطار الاسلامي لما يراه هو بقى الاسلام صحة غلط تلبس تقلع سلطة الراجل نظرة الاسلام العامة للمرأة ده الحقيقة اللي قد انه المجتمع يكون في هذا العوار في الفكر الفكر اللي هو الفكر اللي بتشغل فيه موخك وكمان الفكر الروحي باز لانك لا تعطي الانسان المسلم ما يستطيع بانه يرتقي الى فهم احترام الاخر والبحث عن الله بطريقة حقيقية اللي حصل في القصة دي مرتبط ارتباط مباشر بالعقلية الاسلامية واصوات سكان القلعة الازاهرة دول يعني فكرة الحجاب تأكيدات الازهر اللي طلعت يعني مثلا يقول لك ايه واحد شيخ يقول لك هو بس يعني لو الشيخ كان يعني كل حاجة ليها وقت يعني هو الحجاب صح وكل حاجة بس ما كانش على هدلوقت وهو في نفس الحلقة بيقولها برضو الحجاب واجب ولازم ويحمي الست وكل حاجة ولو كانت ما كانتش وان الست تحمي نفسها في الشارع لو كانت محجمة تأكيد على ده الدفاع المستميت عن القاتل واستخدام الدية كمخرج ديني دي دي ناس اهدفها انها تعلي سلطة الدين وتقولك ان الدين عملنا عليها حلقة كاملة رجعوا وشوفوا الحلقة اللي فاتت والطامة الكبرى بقى اللي ظهرت الاسبوع ده هو موضوع كشف عذرية ينشر في الاعلام لجثة يعني دي ست ماتت خلاص ارتباطه بمفهوم الشرف والعذرية في الاسلام واهمية العذرية واهمية هذا يعني الجزء من المرأة المسلمة كأنه ده هو شرفها وشرف العيلة وكل اذا ما بيعملوا في الافراح البلدي نشروا في اعلان وطبعا مش هحط ولا حط صورته ومحطوط كمان في صورة البنت شوف الجراء والبجاحة والاسفاف مجتمع تأثر بان المرأة شرفها رشاء عذرية وانتوا عندكم اغشية العذرية بتتباع في الصيدليات عيانا بيانا والشيوخ بتدي تصريحات تقول ما يجراش حاجة يعني برضو ده ساتر يعني اختلفوا اختلفوا لكن كتير من شيوخ الاظهر قالوا لا ما فيش مشكلة ما تقولش بس ما تقولش لان عقل الرجل المسلم ارتبط بان شرف المرأة اللي مش محجبة هيكون فيه بقى مشكلة ما انت سمعت الشيخ الشيخ الشعراوي بيقولك انت ما تضمنش لو كنت عايز تعرف دول عيادك ولا لأ لازم مرأة تتجوز محجبة لو مش محجبة يبقى عندك شك الشعراوي بحاله لما حطوا الكشف العزرية منشور كان في جريدة الدستور وفوقه ايقر يعني عايزين يثبتوا ان البنت كويسة وبدايتها ايقر ان جاءكم فاثق بنبأ فتبينوا مفهوم ان تفحص جثة القتيلة يعني على حسب الواقع دي دي واحدة في الشارع وتقتلت قدام الناس كلها مثلا افحص الجثة عشان اشوف ماتت ازاي عدد الطعنات السلاح المستخدم متوافق ولا لأ ده الفحص الجنائي يعني لكن لو البنت دي كانت تقتلت برة في دولة غربية ما كانش ابدا حد هيكشف ويشوف انها عزراء ولا لأ بيكشفوا على الحكاية دي لو كانت مثلا مخطوفة ولا حاجة زي كده يشوفوا اذا حصل لها اعتداء ولا حاجة زي كده لكن دي واحدة قتلت في الشارع بهدومها بتعملوا كده ليه لمصلحة مين الكلام 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 ما بيحصلش الا في عقول الرجال المسلمين اذا كانت الست مش مضغطية يبقى عندها مشكلة الشيخ الشعراوي لما قال الست اضغطي قدام الكلاب لو كان الكل بدكر هكذا هي عقلية شوفوا الشيخ الشعراوي ما هوش يعني ما جابش كلام من عنده ما هوش صدفة ولا اي حاجة الشيوخ الازهر النهاردة زميله نفس الفكر منهم الكتير اللي عصروا تعلموا على ايده عندما تكون هذه النتيجة طبعا يسقط حكم الازهر طبعا يسقط حكم الازهر الدين الاسلامي وضع رواسب دينية في المجتمع مهما قلت اه دا مش مرتبط بدا يعني واحد قتل واحد عشان بيحبها مش عارف ايه المجتمع الدين ملوش دعوة لا هو نشأ في مجتمع الست ما تقولش لأ ودائما يلقى اللوم على البنت فاكرين عروسة الاسماعيلية اللي قالت كلمتين حلوين لجزها المجتمع كله بهدلها انتي بتتكلمي ليه وده مش عارف ايه والفلسفة والستات وعملنا حلقة عليها برضو الحكم على المرأة وقالين التاني بقى جزها عملي هي خلاص الساعة ايه لما بتفهمش يعني صغيرة تريعيها اكبر منه ومتعلم احسن منه وغالبا هي كانت كده بس ده منظور المجتمع الرواسب اللي بيتركها الدين في المجتمع الاسلامي رواسب سامة سممت افكار المجتمع المصري بالكامل الا قلة انا بصلي ان القلة دي تبتدي يعني تعمل اكثر جاهدة انها تساعد البقية في تنظيف العقول الموقف ده الفرق بين ما يتركه الاسلام وما يتركه المسيح من مفاهيم في حياة الانسان في نفس موقف واحدة جات للمسيح زانية خطية ممسوكة في الزنا جابوها قدامه حطوها قدامه وقالوله نعمل فيها ايه احكم عليها قالهم من منكم بلا خطية فليرميها اولا بحجر يعني يعني ايه يعني بص لنفسك ودي اهم حاجة في الحياة مع المسيح المسيح يغيرنا من الداخل يجعلنا ننظر الى قلوبنا علشان نقدر نكون وقفين امامه بقلب صالح كما انه هو صالح يعطيني تعاطف لمن حولي يعطيني محبة لمن حولي حتى ولو كانوا عايشين في خطية حتى ولو كانوا بيحربوني انا اراهم من منظور الله بعد ما شفت نفسي يا جماعة الانسان الحقيقي اذا نظر الى قلبه سيجد انه هناك مشاكل كثيرة في قلب الانسان نفسه تعيقه عن الوقوف امام الله لان قلبك مليان شر بالطبيعة الانسانية فالفرق بين الله الظاهر في الجسد السيد المسيح عندما يتعامل مع قلبي ليغيرني انا فارى محبته فاحب الاخرين دي حاجة تانية خالص ما يخلنيش ابدا انا بص على الجنبي واقول ده ده عنده خطية فلانية ده مش عارق ده لابس ايه ده قلع ايه ده زنة ده لم دي مش شغلتي ده شغلة الله هو ليبكت القلوب هو يبكت قلبك انت مش يبكت قلبك على الناس اللي حواليك لكن الاسلام من رأى منكم منكر بص حواليك طب ما تشوف المنكر اللي في قلبك اللي جاء لك سفاح الافكار الاسلامية تجعل من البشر سفاحين بالفكر وبالقلب وباليد لانه انت ممكن تنظر اللي قدامك وتدينه ادانة موت يعني انت ممكن تبصل لقدامك الادانة اللي في قلبك دي وتقول ده ده انسان شوف دي ست وحشة المسيح بيحذرنا من هذا الحكم لاني انا معرفش قلبها ربنا بتعامل معها ازاي الست الممسوكة في الزنا دي اللي اصبحت من اتباع المسيح اللي ربنا ادها غفران وحياة جديدة هي مش الوحيدة اللي عملت كده لكن فيه كمان واحدة سامرية كان ربنا عارف لما المسيح قبلها كان هو عارف انها ست كانت متجوزة خمس مرات وعايشة مع راجل ما هو اشكوزها ومكروها من المجتمع وعايشة في خطية لكن المسيح ساب كل الناس ورح لها هي الاول اول واحدة في مدينتها عشان يعطيها خلاص ويعطيها حياة فتقبله فتصبح هي اول صوت يبشر بانه هذا هو المسيح ابن الله الحقي وكلمتها انظروا في رجل قال لي اللي انا عملته في حيات مش مش اللي انتو عملتوه نقطة مهمة ده الفرق بين السلطة الدينية اللي بتسيطر على حياتك وسلطان الروح اللي يغير حياتك الناس العقلة في المجتمع ضجت من هذا الهراء والظلام وبعدين راح بقى يعني الناس كانت قريدي متضايقة وبعدين اللي فجر بقى الموضوع انه الازهر خرج علينا بفرمان فرمان ملكي من قلعة الازهر الحصينة خلينا نشوف الفرمان الملكي بتاع الازهر ده بيقول ايه ده قبل العيد محذورات العيد اللي نقرأها من هنا بيقولك ايه الاول يعني لازم يقول كلمتين يعني يغطي بيهم اللي هو عايز يقوله كي يقولك محذورات العيد تناول محرمات ليلة العيد حدش يروح يشرب خمرة ولا حشيش ولا مش عارف متاخدوش متعملوش الكلام ماشي خروج خروج الشباب والفتيات ومحرمات لكيش اللي هي جزء اللي هو التصريح ده خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب ده ممنوع محذورات محذورات العيد فوقه محذورات العيد خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب يعني اللي مش محجبة تقعد في البيت يعني اللي مش محجبة يتحرشوا بيا في الشرع يعني ايه وبعدين بقى حشو وبقى مواصلة قطيعة احد الاقارب او الاصدقاء وبعدين لا تجوز برضو لازم يعني الستات لازم يدخلوا لا تجوز صلاة النساء الى جوار الرجال في صلاة العيد وتكره زيارة القبور في يوم العيد لانه يوم بهجة وسرور الحقيقة انه يعني التحذير ده او محذورات العيد دي يعني جديدة علي دي حاجة جديدة لانه عادة مثلا قبل العيد يقول للناس يعني للشباب بلاش تتحرشوا بالبنات ويحطوا امن زيادة ومش عارف ايه ويكلموا عن التركيز على مثلا الهدف من العيد اللي انتو بتعيدوه ده ايه ايه انت عايز الناس تركز على ايه شيء روحي يفيدهم من العيد ده لا الكل شكلي والكثير من الكلام دائما عن الستات ركز شوف بقى الصيد اللي بعد كده اما الناس زعلت وضجت ومعجبهمش الكلام فراح شيخ الازهر حتتحلنا كده طب هو بقى خروج المرأة بدون حجاب محزور حضرتك مين يعني سيبت بقى من الخمر ومقاطعة الاقارب والكلام ده الناس اعتردت فقال لك ايه طب هي واضحة وزي ما هي خروج المرأة من غير حجاب محزور هناك صراع داخل الازهر نفسه لانه الستات اذا ما تحجبوش وبقالهم شكل معين زي مثلا ما تحط تدخل الولاد المدرسة وكل يلبس زي واحد كل يلتزم بحاجة واحدة علشان يبقوا اقل تميزا ويبقى السيطرة عليهم افضل فالحجاب من الامور اللي فيها اختلاف داخل الازهر نفسه دلوقتي القلة طبعا يعني سعد الهلالي من القلة اللي بيتكلموا في الموضوع ده وهو اللي سمازال داخل الازهر ما عرفش ازاي يعني غالبا هي حاجة سياسية مخليينو حاجة سياسية لكن في نزاع ونزاع له صوت قوي وبما ان هناك نزاع وهناك من يتكلم في شيء يخالف عقيدة الازهر والعقيدة الاسلامية اذا حيكون في حسم في الكلام انا حفرت سلطتي سيبك بقى من الخمر ومقاطعة الارايب خليني يركز على الستات ما فيش حاجة اسمها حجاب ما فيش حاجة اسمها خروج من غير حجاب ميز على طول بين الست المسيحية والست المسلمة الست المسلمة اللي مش عايزة تتحجب لا محزور وانتي عاصية برضو طلع قبل كده منشور قالك المرأة غير المحجابة عاصية فكانت ردود الستات عليه كبيرة في صلاة العيد بقى هنشوف دلوقتي في صلاة العيد في الفيديو اللي جاي ده هتلاقي انه انا لأول مرة بصراحة اشوف حاجة زي كده يعني حاجات بسيطة زمان هنا هنا ممكن ما يكونش في مصر لكن لأول مرة اشوف في مصر الصلاة المختلطة بهذا الشكل دي كانت صدمة اخرى للازهر ليه بقى لان محدش عبرهم ولا حتى الشيوخ اللي كانوا بيصلوا بالناس عبروهم ولا غيروا الكلام ولا قالوا للناس ما تصلوش ولا للستات ما يصلوش ولا اي حاجة بص الفيديو وتأمل بقى في الصلاة يريد توطو الصوت في الفيديو عشان اعلق عليه واحنا بنتكلم ادي الصلاة الجمعية صلاة العيد واتي الصوت المفضل واضح جدا ان الستات قاعدين في اي حتة ومعزنها يعني عادي بعيالهم بقى وكل حاجة وبعدين لاحظ انه فيه ستات ممكن يكونوا يعني مش وقفين الوقفة الملتزمة بس انت يعني لو تتكلم على اي واحدة بتضحك بتفتصارة بتضحك وسط الصلاة الستات اللي بيوطوا بقى رجالة وستات كله بيوطيوا قدام بعضه واحد يعني دايقوا الفيديو ده قوي بس اكتر حاجة دايقته في الفيديو انه الست اللي واقفة بتصلي حطت ايدها اليمين على ايدها الشمال على ايدها اليمين وقال لك ده ايه اسلام صابرين الجديد ده ده فيه مشاهد يعني ده مقطع واحد من حاجة صغيرش في الست اللي بتضحك دي دلوقتي هتلاقيه فطة متضحك وهي واقفة بتصلي حد جيه اصادهم وبيصور وكده فطة متضحك اللي اتنين لكن ورا بقى كان فيه يعني فيديوهات اطول من كده كتير ستات قاعدة بقى ايه العيال جنبهم والودي يركب عليها وفيه ناس قاعدين ما بيصلوش اصلا بس هم قاعدين ليه ما تعرفش في اي دولة في العالم لو مثلا الستات في دولة غربية ستات ورجالة بيصلوا في الشارع مسلمين اهو مش هتكلم عن المسيحيين لسه هتلاقي انه في مش ممكن حد يعلق دولستات ورجالة بيصلوا مع بعض الليل ان ده طبيعي ان جماعة المؤمنين هم رجال ونساء لكن الاسلام اجميز في كل شيء الحقيقة انه في الكنيسة واجتماع الكنيسة مع بعضها الستات ورجالة بيصلوا مع بعض وما تبصش على اشكال اختيارات مثلا كنيسة تقليدية وكنيسة غير تقليدية بتقول ان الستات يعودوا هنا والستات يعودوا هناك على فكرة الكلام ده بيحصل في الدول العربية لكن مثلا في الغرب الكنيسة الارتودكسية فيها الستات بيعودوا جنب الرجالة عادي عادي لكن احنا في مصر مثلا بنتقيد بالامر ده انه ده ممكن يدايق بعض الناس الثقافة بتاعتهم كده الثقافة شرقية اسلامية لكن في الغرب كنيس كتير من الكنيسة الارتودكسية الناس بتقعد فيها في مكان ما هم عايزين عادي ما حدش قدر يجي يقول لي قعودي مكان الستات مثلا ما بيحصلش لكن المهم ارجع لفكرة الصلاة انه الاحتفال في يوم عيد والصلاة في يوم عيد يشمل النساء والرجال انتوا ليه دايماً عايزين تطلعوا الست برا كل حاجة ممكن نحط الحديث اللي اتكلم فيها محمد عن انه الست تصلي ورا وانه يعني الافضل انها تصلي في البيت والكلام ده كله على فكرة انا باكبر يعني وحنا صغيرين كواحدة من عائلة مسلمة احنا عمرنا ما روحنا الجامع نصلي في الجامع انا ما روحتش الجامع اللي عشان قابل الشعراوي مرة واحدة وخلاص لكن ما كنتش بروح جوامع لكن كان فيه ستات بيروحوا جوامع زعلنين ليه ان الست تروح الجامع ما تسيبوا الناس حتى ده بس برضو ما عبركوش بس علموكوا انكوا تنتقدوا انتقالات شكلية فقط الازهر بيتظاهر وشيخ الازهر ايضا بيتظاهر بالتطور والعمل على تحديث الخطاب الديني والعمل على انه يساعد المرأة وانه يحسن من حياة المرأة والكلام ده كله مع انه في نفس الوقت مثلا لما يجوا يتكلموا على ضرب المرأة يطلع يقولك لا هو لازم نعرف الضرب ده ايه ولما تيجي تضرب الست الست تضرب لكسر كبريقها لا يعني انت بصراحة حسنت الموضوع جدا انك تكسر كبريق انسان انت بتكسر يعني مش انت مش بتعلمه انت بتكسر نفسه هو مش قصدك انك تكسر كبريقها لانه هي الست يعني ما عنداش وقت يبقى عندها كبريق اصلا هي بس انت بتكسر انسانيتها لانها نطقت وقالت حاجة خلافة اللي انت عايزه فيقولك مفيش عائل يقولك انه ده يكون ضرب ممنوع ده ضرب مباح في فرق ضرب مباح لكسر الكبريق والضرب التاني بقى اللي هو الناس بتعمله مثلا يكون عنيف شوي ما انت كسرت نفسها اصلا لانك مش معتبرها انسانة في الاسلام يعني اقول ايه هي كده هي كده في فيديو قديم للشيخ الطيب في الفيديو ده هو بيقول فيه كده انه الدولة يعني الاسلام مش لا يستطيع الان انه هو اللي يبقى مسيطر على الدولة لكن الاسلام يرفض الحكومة او الدولة التي يعني تضع قيود على الدين فما ينفعش في مجلس الشعب يجي حد يشيل حاجة من احكام الدين ويقول انه احنا هنقول ما تلبسوش الحجاب او هنقول ما تعملوش قاعدة من ثوابة الدين لان ده يبقى تجبر على الناس هو قصده هنا انه هم كالازهر لازم يقفوا لهذه الامور ما ينفعش الاسلام بما يمثله الازهر لا يقبل ان حد يقولك ما تفردش على حد الحجاب انه مثلا البنات ما يلبسوش حجاب في المدارس الابتدائي مثلا يعني مثلا او انه الابتدائي الازهراء ما يلبسوش بناتهم الحجاب في المدارس الابتدائي ما ممكن الحكومة تقول كده او رفع سن الزواج او خفض سن الزواج او جعل الختان مجرم قانونا على فكرة الحاجات دي اتخانق فيها الازهر لسنين طويلة لحد ما ضغط الحكومة غير القوانين دي بس هو بيقولك انه الاسلام والازهر يقف امام الدولة اللي تخالف قواعد الاسلام وما هو ثابت من الدين في الضرورة عمل نفسه دولة من غير ما يقول انا دولة وقالك هو دلوقتي ينفيش حاجة يصعب انه يكون في دولة يعني يقودها الدين دولة دينية يصعب عشان انت وعندكش فرصة دلوقتي عشان عندك حاكم بيقولك ما تقدرش بس شوفوا الفيديو اللي جاي ده وقلنا ان الخلافة طبعا من مقولات الارهاب او الارهابيين احنا نريد احياء الخلافة وحتى مسمينها الخلافة الاسلامية في داعش ولا في العراق وفي الشام دولة الخلافة الاسلامية لا يا سيدي الفاضل الخلافة انتهت وكانت نظاما ممتازا وجيدا وكان يجمع الامة الاسلامية في ذلك الوقت لكن الظروف تغيرت فهل من التجديد ان اقول لا بد من الخلافة او من التجديد ان اقول ان هذا ان الخلافة مفهوم او نظام سياسي كان يمكن تطبيقه في مراحل تاريخية معينة ولا يمكن تطبيقه الان وبالتالي لا احيي هذه الخلافة ولاني لا استطيع طيب هو اتكلم هنا عن الخلافة وقال لك انه دا كان نظام رائع وحلو وجميل بس ما نقدرش نعمله دلوقتي ما حدش يقدر يقول كده ليه في الاخر مش علشان انه لا يصلح لهذا العصر لا لانه لا استطيع ودي الحقيقة دايما تطلع الحقيقة في الاخر انا ما اقدرش لا اعمل دي دولة دينية ولا يبقى عندي خلافة لكن مثلا زي داعش ما عملوا كان عملوا دولة خلافة لكن الموضوع ما يقدرش يتوسع برا المنطقة اللي كانوا فيها داعش نقطتي هنا انه في الاول قال انا ما اقدرش اكون دولة دينية لاننا لا نستطيع الان وفي النقطة التانية قال احنا ما نقدرش نعمل خلافة اسلامية لانها لا نستطيع ان احنا نعملها الان لاننا لا نستطيع ما نقدرش مش في ادينا بس مش عشان هو مقتنع ان الخلافة والدولة الدينية لا تستطيع السيطرة على حكومة لكن هو سيقف ويتصدر وده نفس الفيديو اللي تكلم فيه عن انه الاسلام يتصدى لاي دولة تعيق الناس انه هما يمرسد انهم غريبة جدا هو يعني هل ده بيمشي على المسيحين برضو طب ما انتوا بتعيقوا المسيحين ان هما يبشروا بالمسيح او ان هما يبقى عندهم كنايس يتعبدوا فيها مثلا او ان هما يطبق عليهم احكام الشريعة الاسلامية فيما لا يريدون اصلا او انك لما تجبر الستات كلها تتحجب وتبقى المسيحية الوحدة اللي ماشي مش محجبة فالشرع كله يتحرش بيها ولا يقتلها ولا يجزها سكينة ولا يعمل لها حاجة فتحط حاجة على دماغها عشان خطر حضراتكم قررتم كده الكلام من ناحيتين من فكرك وفمك دي من افعال الشيطان لانه كله خداع وليس في يديك الا انك يعني توطي للريح لحد ما تعدي لحد ما نشوف المرحلة الجاي بقى هيجي واحد يدي لك سلطة اكتر ولا لا لكن الناس ابتدت تفهم بص تعليق عبدالله الرشدي في الفيديو اللي جاي والاستاذ شريف الشباشي طب ولماذا الازهر لم يكفر داعش لا يستطيع ان يكفرهم طب ما يفعش يكفرهم لان الازهر وسطي ولا يكفروا احد يقولوا لا اله لان الله طبعا انا كفرت شيخ واكيد الشيخ عباسolan قال الاستاذ شريف شبشي كافر مرتد قال كده قال انه ينكر ثوابت الدين وكأن الحجاب من ثوابت الدين طبعا الحجاب من ثوابت الدين طبعا بالتأكيد لا بالتأكيد لا مقش أو أنكر ثوابة الدين ومن ينكر ثوابة الدين فهو كافر ده كلام صحيح يستتاب ثلاثة أيام ثم بعد هذا ده كلام منطقي جدا يا ترى حضرتك بقى إيه علاقة الكلام ده بيك يا علاقة الكلام ده بيه إنه هو أنكر ثابت من ثوابة الدين في نظرك إنه الستات ما تتحجبش وإن الحجاب مش من الإسلام الفيديو ده من سنين طويلة على فكرة وعملنا وقتها عليه الحجاب عادة أم عبادة وشريف الشباشي والكلام ده كله نقشنا حلقات الحجاب كتير جدا في الموضوع ده لكن نقطتي حاجتين هنا إنه ما زلنا نسمع هذه العبارة من أنكر ثابت من ثوابة الدين بالضرورة أو معلوم من الدين بالضرورة ده يبقى كافر ويستتاب وثلاثة أيام ولو ما تبش يبقى يقتل هل ده تغير النهاردة؟ لا لسه بنسمعه أنا لسه عاملة حلقتين ثلاثة على موضوع السابت من الدين بالضرورة علشان الرغي الكتير بتاع عبدالله رشدي وغيره في أنت بتنكر ثابت من الدين أنت بتنكر ثابت من الدين كل محد يفتح بقه يقول لك القلعة تروح فتح الباب ومطلعه لتنين ثلاثة يقولوله هذا هو ثابت من الدين بالضرورة ومش عارف إيه حتى لما يكون يعني إيه الخرافات اللي اللي بيشبعوا بيها المجتمع والناس فيه واحدة ابتدت تفكر شوي أنا سعيدة بالبنات والستات اللي ابتدوا بيفكروا فكتبة كده تعالي بتقول أنه أما أنا كنت صحيح فاكرة أنه أما النبي بيقول الحديث بتاع استوصب النساء خيرا كنت فاكرة أنه هو حاجة كويسة وبعدين قارت بقية الحديث فطلعت أنه هو بيقول أنه استوصب النساء خيرا لأنهم عوان عندكم فشفت في التفسير أن عوان ده يعني أسيرة فقالت أنا مكنتش فاكرة أنه بيقول علي أسيرة دي حاجة أنا مش عاجباني فرح رادت عليها واحد بقى قال لها ما هو أنت لما تبقي أما تكوني لما تعرفي تبقي يعني إيه أسيرة أقوم أنا استوصى بيك خيرا الرجل اللي امراته يعني طلع عن طوعه مش عارفة تعيش إزاي أسيرة حسب شريعة الإسلام ما نستوصيش بيها خيرا شفو العقلية والتضارب لما تبقي أسيرة أبقى أنا استوصى بيك خيرا ده الناتج جهل وتعليم خرافات واللي يقول لك التعليم في الحاملة أربع سنوات والولد للفراش والكلام ده كله بصوا الأستاذة سعاد صالح قالت إيه في التعليق بتاعها ده بتقالياني عندها حاجة حتسعد أم سوري فيه فيديو طيب أنا أسفة فعل أوكي أنا أسفة فعل أن أنا نسيت الفيديو ده نقطة أخرى قبل ما أروح للفيديو للسعاد صالح أنه تدخلات الأزهر ما كانتش بس في حياة الناس اللي موجودين في مصر والمجتمع المصري لكنها لها تأثير خرج عن هذا الإطار للدول العربية الإسلامية اللي حواليهم وخاصة أن هناك تصادم بين الأزهر والنساء في تونس لأنه كل ما يحصل حاجة من التغيير شيء من التغيير في القوانين لصالح النساء أو الدولة بتغير قوانينها فتصبح دولة مدنية مثلاً زي اللي حصل نسمع بقى إيه الأزهر يدين ويشكب ويندد ومش عارف إيه فرد عليه الأستاذ أحمد عصيد على الأزهر عجبني كلامه اسمعوا الكلام ده تدخل إلى الأزهر مصري في شؤون دولة مجاورة تونس هذا من علامات الانحفاظ والتخلف الفكري والتقاش لأن مؤسسة الأزهر لم تستطع حتى أن تساهم في تطور بلدها الذي هو مصر بل بالعكس إن حذرت بمصر إلى الحاضر الأسفل بعد أن كانت مصر الحضارة نموذجاً متفوقاً منذ نهاية القرن الثلاثة عشر فكيف بها أنها تساهم في بلد مجاور يحاول أن ينهض بعد انتفاضة شعبية فأنا أرى بأن هؤلاء المشايخ الأزهرين بغي أن يخجلوا من أنفسهم أن يخجلوا من أنفسهم لأنهم مسؤولون عن تخلف بلدهم أنا اطلعت على مقررات الأزهر ماذا يبرسون داخل هذه الجامعة التي تعتبر منار للعلم أي علم؟ نحن في عصر العلم والناس الذين عقاموا حضرتهم على العلم يعيشون في مستوى جودة الحياة الأخضر ويعيشون الرطاهية وقيمة مواطنة في نقطة كثيرة في اللي قالها الأستاذ أحمد عصيد أولا أنتوا بتدخلوا في دول تانية حواليك وانتوا مالكوا ومال الدول التانية الناس جاهدوا وعايزين يغيروا بلدهم انتوا مالكوا غيروا مصر الأول كنوا عامل مساعد لكن هناك فشل زريع هقول حاجة سريعة على المدارس والجامعات الأزهرية ودي من الحاجات الأزهر بيسيطر بها على الناس علشان يعمل تغيير في فكر الإنسان منذ نعومة أظافره فعندهم كم هائل من المدارس الإبتدائية والإعدادية والسنوية والمعاهد الدينية والكليات أيضا الأزهرية في مقال اتكتب على موضوع المعاهد الأزهرية دي في 2011 بتقول كده أنه أكتر من 2 مليون المقال مكتوب في 2013 لكن أنا عجبني أنه على فكرة مازال يناسب تماماً اللي موجودة النهاردة فبيقول كده أنه أكتر من 2 مليون طالب مقابل أكتر من 18 مليون طالب في التعليم العام القبل الجامعي 8 مليون 18 مليون في التعليم مقابل الجامعي في المدارس الحكومية و2 مليون في المدارس الأزهرية والمدارس دي بيدرسوا فيها بيقولوا كده تتبع الأزهر الشريف وليس وزارة التربية والتعليم المدارس دي لا تتبع وزارة التربية والتعليم وانا قاعدة ادور هل ده تغير مثلا لا ما تغيرش المدارس دي تتبع الازهر فبيعلموهم الحاجات المواد الازهرية الدين الفقه الكلام ده كله عايشين في عصر تاني خالص وبعدين المواد بتاعة وزارة التعليم دي بقى مضافة بيقولوا عليها مواد تثقيفية العلم بقى مواد تثقيفية والدين بقى هو مواد البرمجة المقال ده طويل وفي حاجات كتير مرعبة عن المدارس الازهرية كتير من الطلاب بيبقوا عايزين يحولوا من المدارس الازهرية دي لكن بيعملوا يعني صعوبة في انهم يطلعوا من المدارس الازهرية حطين لهم انت بتقدرش تطلع لو كنت من حفظة القرآن انت بتقدرش تطلع لو كنت في السنوي لازم تكمل وهكذا سيطرة ليهم سلطان يقولوا لحد لا انت هتكمل ازهري غصبا عن عينك طب انا مش عايز ابني يكمل ازهري وهو في سنوي هطلعوا بره البلد عشان يلاقي مدرسة لان المدارس الحكومية مش هتقبلوا لان الازهر قلق خلينا نعدي نروح للسلايط بتاع سعاد صالح مستوى التعليم اللي بينتج عن المدارس الازهرية واحدة زي استاذة الفقه سعاد صالح بتقول لسه اذا ارادت المرأة ان تنجب شخصية فريدة من نوع هيجب عليها ان تأكل الكثير من البلح في الفترة ما بين الشهر الرابع والتاسع عشان يجي لها سكر طب وبعدين ده الناتج بتاع المدارس الازهرية هذه المرأة اللي بتتكلم عن امور الستات واكثر من يجحف في حق المرأة شوف السلايدة اللي بعد كده الاستاذ محمود محمد طاها ده راجل يعني قتل من اجل انه تكلم عن الاسلام ومن اجل انه رفض الاسلام بيقولك سوف يأتي يوم توضع على باب الازهر خشبة مكتوب عليها هنا كان يدرس الجهل وانا بقول ان اليوم ده اتى لانه الخشبة دي موجودة على كل تويتر وعلى كل فيسبوك وعلى كل حاجة لانه الناس شافت الحقيقة فعلا يسقط حكم الازهر الذي يسيطر على العقول بالجهل بالجهل شوف السورة اللي بعد كده السورة اللي بعد كده بتقول انه ناس بتعترض اهو تخبط في الازهر وعبث بمعنى الكلمة ويجب تنحية المسؤول عن هذا المركز فورا الناس بتعترض عن التويتر دي ماليك التويتر ماليك بامثالها الناس رفضة هذا الفكر الشرير اللي خلاص أسن تعفن اللي بعدها هنا التويتر دي بتقولك أو السورة دي بتقول انه 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 الانسان هيحاسب على ايه الامام الاكبر ده الافتاء المصرية ومجمع البحوث الاسلامية وهيئة كبار العلماء هي الاراء الصحيحة فقط وسيسأل المسلم عنها يوم القيامة عمرك شفت تخريف الى هذا الحد انه ربنا هيوقف ومش هيشوف اي حاجة في الدنيا الا الاظهر ده العمى والغرور والجهل والجهل بمن هو الله اصلا اللي خلاكم تكونوا اولياء اوصياء على ناس يعني احرار خلاقهم ربنا عشان يتعامل مع قلوبهم وانتم حتى لا تستطيعوا التعامل مع الفكر وبيتدفع لكم عشرين مليار في السنة عشان تعلموا الناس كلام فاضي وشوفوا بقى الحرب الحقيقية الصورة اللي بعد كده انه دلوقتي بقى في حكم بالقانون هاشتاج يسقط حكم الاظهر يقود المشاركين فيه للحبس وغرامة لاتقل عن عشر تلاب جنيه عندي خبر ليكم الناس السحطة الهاشتاج وبتستخدمه وهو موجود برضو على صفحتنا وحنستخدمه لانكم لا تستطيعوا انكم يعني توجهوا الحق بدل ما تواجه المشكلة العويصة اللي انتو خلقتوها في المجتمع بالإيمان بكلام يرفع الإنسان روحي انت عايز تسيطر عشان تحفظ مكانك انت عايز تحفظ مركزك انا عايز اقول حاجة انه الفرق بين توجيه الشيطان للإنسان وتوجيه الله للإنسان الشيطان دايما يسيطر على الناس بالخوف بالرعب بالتهديد بتضييق الحياة أمامهم ولكن الله يفتح كل الأبواب أمامك لأن الله بيحبك زي منت في مكانك زي منت ويدعوك بمنتع الأريحية بيقولك أنا هو تعالي عرفني تعامل مع قلبك انت يوجه قلبك لقلوب من حولك أعظم شيء في المسيحية انه الخلاص اللي ادهلنا المسيح حتى ولو انه كان مقدم للعالم كافة وانه عمل الصلب والقيامة ده قدم للناس جميع كل واحد عنده الباب ده مفتوح ولكنه لا يكون له عمل في حياتك ان لم تقبله انت بصورة شخصية مع الله بصورة شخصية وحياتك الشخصية تكون تفحص أمام الله مش الناس قلبا نقيا اخلق فيها الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي أنا مش اللي حوالي بعدما الله يغيرني أصلي من أجل اللي حوالي أيضا بكل المحبة بصلي من أجلكم كل المحبة ليكم والله يصلح كل مكسور في حياتكم في اسم يسوع أمين